مثلث رعب لإسرائيل بات مفهوم الدولة والمقاومة والجيش في لبنان ليس جديدا الحديث عن هذه الثلاثية أما أن تأتيها على لسان رئيس الجمهورية ميشيل عون وقوله تحديدا إن الجيش وحزب الله منظومة واحدة ضمن الدولة موجهة ضد إسرائيل ففي هذا الكلمة الفصل التي أقلقت إسرائيل كلمة توقف عندها كبار المسؤولين ووسائل الإعلام في إسرائيل وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور ليبرمان رأى في كلام عون وفي تظاهرة نظامها اللبنانيون أواخر الشهر الماضي ووصلت إلى الحدود مع فلسطين المحتلة من دون أي رادع أمني أن الجيش اللبناني بات وحدة في منظومة حزب الله وأن الرئيس عون تابع للسيد حسن نصر الله ليبرمان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك قائلا إن بنية الجيش اللبناني التحتية ودولة لبنان وبنية حزب الله أمر واحد بالنسبة لإسرائيل مغيرة لما مضى هي موازين القوى على الجبهة الشمالية لإسرائيل بحسب مصادر أمنية إسرائيلية هذه المصادر رأت بحسب صحيفة معاريف أن الجيش اللبناني منذ حرب لبنان الثانية شهد عملية تسليح جديدة الجيش لبنان بحسب الصحيفة قادر اليوم على إلحاق الضرر بالجيش الإسرائيلي أكثر من الماضي ما ضاعف مخاوف الإسرائيليين من أي حرب مرتقبة من جهته حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء هيرتسي هاليفي من احتمالية أن يقاتل الجيش اللبناني مع حزب الله ضد إسرائيل في أي حرب مقبلة هاليفي لم يخفي بحسب صحيفة هارتس خشية إسرائيل من أي تعاون مستقبلي بين حماس وحزب الله